اشتركوا في القناة اليوم عنا زوايا كثيرة عنا احداث كثيرة تقلبات رح تكون كثيرة على مستوى جميع الابراج فعشان هيك بدها شوية تركيز القمر موجود في السرطان في منزلة النثرة وهي المحبة والزواج والصلح والقضاء الحوائج حتى ساعات ما بعد الظهر رح تستمر في منزلة النثرة ولكن من ساعات بعد الظهر رح تنتقل لمنزلة الجبهة وهي المشتركة بتيجي هاي المنزل ما بين برج السرطان وما بين برج الاسد لانه القمر في اخر النهار رح ينتقل لبرج الاسد ولكن اليوم ما رح نحكي عن تأثيرات انتقاله وشو تأثيراته على الابراج لانه في حلقة الغد بتيجي في لسه في مرحلة اللي هي مراحل الانتقال ففي حلقة الغد بنذكر عن تأثيرات الايجابية لبرج الاسد الا انه ممكن نعطي شوية تلميحات يعني على بعض الابراج اما بالنسبة لتأثيرات القمر على كافة الابراج لما بكون موجود بالسرطان كلنا يعني جميع الابراج بتسيطر عليهم الفترة هاي اللي هي الفترة العاطفية او الامور اللي الها علاقة بالعاطفة او البيت او الاحباء او الابناء يعني الاهتمام بصير عائلي اكثر وبالاحباء اكثر منحاول خلق جوم من الامان النا ولا احباءنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بيقلب صور تذكارية في البوم او بتذكر مواقف او اشخاص يو لازم تنتبهوا بالفترة هاي اكثر لطعامنا او للطعام لانه في الفترة هاي بصير في عنا حافز كبير لالتهام الطعام والشراب علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه للاشجار والمحاصيل بالفترة هاي وبرضو الانتباه لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعندنا اليوم مجموعة كبيرة من الزوايا ومتقلبة ما بين ايجابي وما بين سلبي فاول زاوية رح تكون هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم الاشخاص اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بين كلفن والديكور والتجميل طبعا الزوايا اللي مع القمر مدتها بتتراوح ما بين 6 ساعات و 8 ساعات وهي تعطي تأثيراتها اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والمشتري وهاي رح تكون تمام الساعة الخامسة و 27 دقيقة صباحا بتوقيت الجرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما الزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 9 و 4 دقائق قبل الظهر تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية لميلاد القمر هي بين القمر والشمس وراح تكون في تمام الساعة 5 و 54 دقيقة صباحا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وهي بتعني انه في هاي الساعة بنولد القمر اللي هو بداية ولاد قمر الهلال لا دول حجة يعني فلكيا القمر بنولد بنفس الوقت اللي احنا ذكرناه اللي هو الساعة 5 و 54 دقيقة مساء فلكيا اما للرؤية هاي عاد عند الشيوخ مش عنا اما بالنسبة لزاوية التقابل هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر والزحل رح تكون في تمام الساعة 5 و 54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عراقيل بتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للحدث اللي بديصير بما بعد هاي الزاوية اللي هو خلو المسار يعني بيبدأ خلو المسار الساعة 5 و 54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر خلو المسار هاد لغاية الساعة 8 و 15 دقيقة بتوقيت جرينيج مساء يعني الفترة هاي هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار عال ثمانية و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج القمر بصير استقر في برج الاسد وبلش يشكل اول حركاته او اول اتصالاته اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي صار لها ايام بتأثر على جميع الابراج ونبهنا منها بحلقة الامس ولكن الان القمر كمان صار يعمل زوايا المقابلة فمعناته القمر والشمس اتنين بيعملوا زوايا فعشان هيك الحدية بتكون كاملة على مستوى برج السرطان وعلى مستوى برج الجدي الزاوية هاي اللي بدأ تصير بين الشمس بين الشمس وزحل هي زاوية تقابل سلبية وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و 27 دقيقة مساء بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منا لبذل جهد والتصميم والارادة لتجاوزها بما انه القمر رح يستقر في برج الاسد معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 22 سبعة في تمام الساعة 12 و 27 دقيقة بعد منتصف الليل يعني اول ساعات يوم 22 بيبلش خلو المسار ورح يستمر خلو المسار هذا الدورة كاملة يعني تقريبا 23 ساعة لغاية الساعة 11 و 39 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لبرج العذرة يعني عنا يوم كامل اللي هو يوم 22 سبعة هذا خلو مسار كامل حاولوا انكوا تنجزوا اعمالكوا المهمة قبل 22 الشهر او بعد 22 الشهر ولكن يوم 22 الشهر بتكونوا منتبهين لا يجوز المبادرة بعمل جديد ولا خطوبة ولا زواج ولا عقد ولا شراء شيء ثمين يعني بس اكمال الاشياء الروتينية اللي انتو تشتغلوا عليها اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الان هو ولادة القمر الجديد عمره 28 يوم في تمام الساعة 2 و 7 دقائق فجرا بيصبح 29 يوم خلاص بيكون خلص نسبة الاضاءة 0% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبع المزاج منتحس القمر في السرطان وفي الاسد وبسبب الزوايا اللي رح يشكلها كلها مقابلة فمزاجه ممتزج عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثمانية المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل ليوم 9 تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجديب يتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجديب يتراجع حتى يوم 29 تسعة المزاج سعيد اورانوس في الثورة حتى يوم 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة وعشرين 11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجديب بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم بما أنه في زوايا تربيع كثيرة رح تصير أو زوايا تقابل كثيرة والمريخ عندك أنت بشكل زاوية غير متصلة تربيع برضو بين الكواكب اللي موجودة معظمها في السرطان فهذا يعني أنه اليوم أنت بالنسبة لمزاجك عصبي حاد ردات فعلك سلبية ممكن أنه تتوتر وتتهور بإصدار قرارات أو فرمنات أو أوامر يعني شوي تكون فيها حدية وإذا دخلت بنقاشات أو حوارات اليوم فعصبيتك ممكن أنها تكون عالية شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء على المستوى المالي بتحدث بعض المفاجآت ممكن تحصل بعض المكاسب اليوم أو يجيك بعض الدعم أو تهتم ببعض المسائل المالية ولكن الأهم أنك تنتبه لمصريفك ودفعاتك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية يعني بتنشط اتصالاتك بحواراتك بتواصلك مع الناس على الشكل الطبيعي صحيح أن الزهرة بتدعم ولكن مجمل الزوايا السلبية اللي بتشكل بتضعف من التأثيرات الإيجابية اللي بعطيك ياها الزهرة صحيح أنه ممكن تنشط في التسويق أو في امتحانات أو في مقابلات أو في مناقشات ولكن الحدية والعصبية هي اللي ممكن تخرب عليك أو تعطل عليك بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا حكينا أنه القمر موجود في البيت الرابع عندك الشمس في البيت الرابع عطارد في البيت الرابع وكلهم بشكل زوايا تقابل مع الجدي اللي هو مع المشتري مع بلوتو مع زحل طول اليوم فعشان هيك بتصير الأمور عن مستوى البيت لآخر يوم يعني شوف ختامها هذه آخر حدية بتمر عليك خلال الفترة هاي على مستوى البيت الرابع فعشان هيك رح تكون صعوبتها في هذا اليوم أكثر فعشان هيك بتكون تنهم يعني تهتموا في أمور إلها علاقة في البيت بشكل كبير ولكن حاول إنك تتجنب أي خلافات أو صدامات أو مواجهات أو فرض آراء أو تدخل على مستوى البيت خلال هذا اليوم رح تنشطوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بدك تنتبه من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسي ممكن تستأمن تصرف أحدهم اتجاهك خليه اتركه خلي اليوم يمضي على خير بكرة واجهه بكرة احكي معه ولكن اليوم حاول إنك تتجنب أي مواجهات نظم جدول أعمالك ونشاطاتك والأعباء في الفترة هاي بتكون كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا في نوع من أنواع الضغط حساسيتك عالية أو ردات فعلك سلبية أو شوي مزاجك متعكر ممكن تتحسس من أي موقف إله علاقة بالأحبة الأحبة طبعا بتيجي على الحبيب بتيجي على الصديق اللي عزيز عليك جدا وبرضو بتيجي على الأشخاص اللي هم من صلبك يعني أبنائك أو أحد الوالدين فعشان هيك الأحبة الحبيب بتيجي على العاطفة وبتيجي على الحبايبك برضو أما بالنسبة للبيت السادس فبعطيك شوية مجالات إيجابية على مستوى العمل ممكن تنشط ببعض الأعمال وتحقق بعض الإنجازات خلال هذا اليوم ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالعمل وتحقق مكاسب رائعة فيها أهم إشي أنك تنتبه للوضع الصحي اللي ممكن يتقلب أو تشعر ببعض الأوقات أنه ما عندك طاقة يعني بتحس أنك تعبان بتحس بنوع من أنواع التراخي وبما أنه تجمع الكواكب هذا موجود بالسرطان وموجود بالجدي فبيعزز نقطتين ضعف أول إشي منطقة الرئة منطقة عضلات القلب وبرضو لما بيجي على الجدي بضرب على مناطق الرجلين وأسفل الرجلين فموليد الحمل بدون ينتبهوا للنقاط اللي إحنا ذكرناها صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا البيت السابع ما فيه أي مشاكل علاقتك أنت والشريك طبيعية فيه نوع من أنواع التواصل أو التفاهم ببعض المسائل أو النقاشات أو التحاور في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراكة المالية أو بالشراكة العاطفية اللي هما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة جدا على مستوى الأمور المالية المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب اليوم إلها علاقة بأموال مش إلك يعني أنت مؤتمن عليها أو بتشغلها أو ممكن يجيك دعم معين من بعض الأشخاص أو يجيك دعم من الشريك أو الشريكة يعني الأزواج أو ممكن تبحث مسألة إلها علاقة بميراث وهي قليل من موليد برج الحمل اللي ممكن أنهم يشتغلوا على هاي المسألة ولكن الأهم هي أمور إلها علاقة بأوراق ومعاملات إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدفعك للنشاط أو للاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل علمية أو عملية أو بحثية أو مشروع مثلا أو ثقافة جديدة أو لغة جديدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مواضيع العلاقة بالسياسة والدين والفلسفة أما بالنسبة للبيت العاشر فهونا منقول لك وقف يعني بدك تدير بالك هذا البيت العاشر اللي هو الجدي يعني كل الزوايا موجودة فيه فما تهدد سمعتك نهائيا بالفترة يعني في هذا اليوم لا فيه داعي لمخالفة القوانين ولا المجازفات ولا للتهور ولا العصبية ولا للحدية ولا للتأخر عن دوامك ولا للخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ولا حتى أنك تقصر حتى في عملك عشان ما يتسجل عليك نقاط ممكن تكون عواقبها وخيمة أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بيت 11 بيت الأصدقاء ما فيه أي مشاكل علاقتك جيدة بتتواصل أنت وأصدقائك أو بتتحاور أنت وياهم ممكن تنشط بلقاءات أو دعوات أو زيارات أو تواصل ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بعزز الوساوس عندك بعزز الخوف عندك بيخليك تتواهم أشياء بدك تنتبه من هاي النقطة وبرضو بالمقابل يعني حاول أنك أنت تتنشط شوي على مستوى عملك على مستوى صحتك تراقب غذائك بس أهم إشي أنك تترك الوهم وتترك الشك يعني هو هاليوم خليه يمشي وبعدها كل الأمور إن شاء الله بتصير خير برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول ماشي أنت مشحون بطاقة عندك يعني إصرار أو عندك حب للتنقل أو للتواصل أو لإنجاز بعض المهام اللي بتكون مهمة بالفترة هاي أو الشغلات الضرورية ولكن بيغلب عليك نوع من أنواع التسرع بالفترة هاي بدك تدير بالك من التسرع وإصدار القرارات أو أنك تحاول أنك تدخل حالك في مسائل أنت بيغنى عنها يعني أنت مش طرف فيها فما تحاول أنك أنت تدخل في شغلات تنعكس عليك سلبي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي صحيح أنه الزهرة موجودة بتعطيك حضوض ولكن قل إن نسبة الحضوض ضعيفة شوي فقل من موليد برج الثور اللي بيحققوا مكاسب أو اهتمامات مالية بتكون لصالحهم بالفترة هاي ماشي ممكن أنك أنت تنجز أعمال أو يكون لك أهتمامات في المجال المالي خلال هذا اليوم ممكن تحقق بعض الأشياء اللي تدعم مركزك المالي أو مشاريع إلها للفترة القادمة تكون لصالحك ولكن الأهم أنك أنت تحاول أن تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث وهنا بدنا نركز شوي لأن الفترة هاي بتعطيك نوع من أنواع النشاط العالي اللي ممكن يكون مرهق برضو على مستوى الحركة والاتصالات والتنقلات وممكن برضو تتسرع ممكن تندفع فعشانك بتكون أكثر صبر على الطرقات أثناء قيادة السيارة أو الحركة الفترة هاي ماشي فيها هي مناسبة لامتحان ولكن ما تتهور بالإجابة بدون تركيز دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسي بدون عصبية انتبه من من كلامك واحفظ خط الرجعة دائما ممكن تتملك في هاي الفترة بعض اللقاءات أو الاجتماعات ممكن تكون مفيدة لصالحك ولكن ما تحاول انك تتخذ فيها قرارات بدون دراستها بشكل جيد لأن كل الكواكب عامل زوايا تقابل فهي بتضغطك على مستوى البيت الثالث بدك تكون حذر من كل الأمور اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة تقريبا روتينية فيه أمور بتصير على مستوى البيت انت طرف فيها بتحاول انك انت تساعد فيها أو يعني تستفيد من وراء هاي الأشياء اللي بتصير في البيت حاول انك تستغلها بشكل إيجابي ولكن حاول انك تنتبه انه في لحظة ممكن تنعكس الأمور وتصير ضدك انت فما تدخل حالك الزيادة عن اللزوم في هاي المشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي بتدعمك بتعمل تقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن تهتم بمسألة عاطفية إلك أو لأحد الأحبة زي مناسبة أو خطبة أو بتشوف عروس مثلا أو موضوع له علاقة بالحمل أو الاهتمامات بأمور يعني تجميلية كلها هاي الأجواء بتكون إيجابية وبكون اهتماماتك عالية حتى على مستوى الأبناء وعلى مستوى الوالدين وعلى مستوى الأحبة والأصدقاء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتنجزوا أعمالك بشكل روتيني على حسب طبيعتكم على حسب وضعكم الاجتماعي على حسب قدراتكم وبرضو اهتماماتكم الصحية ممكن تشتكي من بعض الأشياء الصحية اللي ممكن هيك شوي تربكك على مستوى أشياء لها علاقة بالرجلين مثلا أو بالقولون أو بمناطق شد العضل في منطقة الظهر أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا البيت السابع بيدعمك على مستوى بيت الشراكة بعزز من شراكتك وبيقارب ما بينك وبين الشريك بالفترة هاي بيعمل من أنواع التواصل الجيد وخصوصا ما بين شركاء المال والعاطف اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات وعلى مستوى أشياء بينكية صحيح إنها مش قوية لأنه ممكن تظهر بعض المسائل الشوي اللي بتطلب منك جهد لحلها أو لإيجاد مخارج لإلها وخصوصا الأمور المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك أو مؤتمن عليها أو أنت بتشتغل من خلالها والشركة أنت محاسب فيها فبدك تكون حذر من أي قرارات أو أي تصرفات بدون تركيز قوي أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بدك تنتبه إذا عندك تنقلات بعيدة أو على شوارع مفتوحة أو على أمور إلها علاقة بالسفر من مكان لمكان أو من مدينة لمدينة بدك تتفقد أوراقك أغراضك عشان ما تنساش إشي عشان ما يضيع منك إشي عشان ما يلتغ السفر في آخر لحظة ممكن يكون عندك امتحان الامتحان يكون صعب خصوصا على مستوى الأشياء الجامعية ممكن أوراق بدك تقدمها لدراسة معينة لجامعة تلاقي أن الأوراق مش مكتملة في أشياء خطأ ناسي توقيع ختم أشياء من هذا القبيل برضو على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات بدها تركيز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة جيدة يعني بتدعمك في بعض المسائل بتعزز على مستوى سمعتك علاقاتك زملائك بالعمل رؤسائك بالعمل يعني الأجواء إيجابية بتدعمك على هذا المحتوى ولكن ما تغامر بالتشويه بسمعتك بتصرفات ممكن تكون فيها بعض الأخطاء أو المجازفات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الصداقة وممكن اليوم يكون لك لقاءات أو تقابل أو تفاهم أو برح فكرة معينة أو موضوع معين ويكون لصالحكم يعني الفترة هاي إيجابية ممكن تتعزز من خلالها علاقاتك ومعارفك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهنا بدك تحذر من المريخ لأن المريخ دائما هو ماشي بوضع سعيد ووضع جيد ولكن هو بشكل زوايا تربيع غير متصلة فعشان هيك المريخ بيكون برضو بكل سعودته هو بيعمل إشي غلط أو بيخليه إليك اهتمامات فما تدخل في أشياء مشبوهة ما تغامر بعمل بدون ما تدرسه بشكل جيد بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات الصحية ما تدخل أماكن مجهولة أنت ما بتعرف حد فيها وبرضو بدك تكون حذر من بعض الناس اللي ممكن بتآمروا عليك أو بيستغيبوك أو بيحاولوا يكيدو لك بالفترة برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني نفسيتك أحسن شوي اليوم يعني لسه مشحون الطاقة في عندك ثقة بالنفس عالية صحيح بتراود عندك هيك شوي تقلبات بالمزاج بتستاء من تصرف هذا إشي طبيعي ولكن الغالب عليك بتكون نفسيتك أحسن وعندك أفكار معينة حابب أنك تنجزها أو حابب تتممها خلال هذا اليوم ما تسمح لأي إشي إنه ينكد عليك أما بالنسبة للبيت الثاني هنا بدك تظهر يعني بدك تحذر بشكل كبير لأنه اليوم فيه إشي إله علاقة بالوضع المالي يعني رح يظهر على الساحة بشكل سلبي فعشانك بدك تنتبه من خسارة فلوس بدك تنتبه من ضياع فلوس بدك تنتبه من السرقات بدك تنتبه من الإصراف في أشياء ممكن تنغش فيها ما تغامر بفلوسك نهائيا ممكن تغلط غلطة تكلفك هاي نوع من أنواع التعويضات أو نوع من أنواع الدفعات وبدك تكون حذر على كل شيء إله علاقة بالوضع المالي وما تصدر قرارات مالية وما تدخل بأي إشي إله علاقة بالمشاريع المالية خلال هذا اليوم حاول إنك تجمد الوضع المالي يعني ما تقول والله هاي فيه فرصة بدي أستغلها أنا تروح أنت داخل فيها وبعدين تلاقي الأمور إنك إنت ورطت في الموضوع اتروح حتى لو كان الباب مفتوح على مصرعي للمكاسب ما تتهور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية على مستوى تناقلاتك وحواراتك واتصالاتك ممكن أن اليوم تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالتواصل أو إلها علاقة بالاتصالات أو اللقاءات أو الحوارات ولكن أهم شيء إنها تقلب المزاج والعصبية بدك تنتبه منا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو مستقرة يعني في نوع من أنواع الدعم الجيد على مستوى البيت الفترة الجاي لسه أحسن حاول إنك أنت تقارب بوجهة النظر تتراجع عن قرارات سابقة حاول يعني تعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ما تحاول تستفز حد وما تتدخل في شؤون أحد من أفراد العائلة أو الأمور البيتية أو العقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي بتخلي عاطفتك اليوم جياشي شوي بتعملك بعض الإيجابيات أو التقارب الجيد ما بينك وبين الأحباء وهو مقصود الحبيب أو أصدقائك المقربين جدا أو الأبناء أو الوالدين فعشان هيك بدك تنتبه لكل هاي النقاط وتعززها تحاول تنشط فيها استغلها بشكل إيجابي ولا صالحك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا استقرت يعني بتحقق بعض الإنجازات أو بعض الاهتمامات خلال هذا اليوم بتكون بواجبك على أكمل وجه يعني بشكل روتيني إلك اهتمامات صحية ممكن تراقب صحتك في بعض المسائل أو تهتم ببعض الشؤون الصحية أو التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي ما في أي مشاكل برضو بقارب من وجهات النظر وبقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ممكن يكون في عمل مشترك أو اتفاق مشترك أو حل مشكلة بطريقة مشتركة ما بينك وبين شركاء المال أو شركاء العاطفي اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن هنا بدك تنتبه على الأموال المشتركة رجعنا لنفس موضوع المال بدك تنتبه من أمور الأموال المشتركة من أمور إلها علاقة بالبنوك إلها علاقة بالتعويضات بالأقصات بتراكم الدفعات أو الاستحقاقات أو الغارمات وما تخلي حدا يغشك أو يدفعك لتظيف أموالك بطريقة أنت تتهور فيها فتخسر فلوسك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسال اللي لها علاقة بالدراسة أو بحث أو دورة أو تعلم شيء جديد أو ثقافي جديد أهم شيء أنك تبتعد عن النقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بدك تنتبه ما في داعي للمغامرة ولا المخاطرة ولا المجازفة ولا للدخول بأشياء مشموهة ولا لمخالفة القوانين حاول ما تتأخر عن دوامك ما تجازف وما تغامر على مستوى سمعتك ما تشوه سمعتك نهائيا وما تسمح لحد أنه يشوه سمعتك ممكن يصير فيه نوع من أنواع النقاشات أو الخلافات أو الأفكار اللي شوي بتيت تنصب على أحد زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء اليوم فيها حدية شوي على مستوى بيت الأصدقاء فممكن اليوم يعني مش الأصدقاء المقربين احنا بنحكي عن المعارف هنا يوم ما حكينا بالخامس حكينا عن الأحبة المقربين 11 الأصدقاء المحيط تبعك الاجتماعي فاليوم ممكن يحمل لك خلاف أو ردة فعل سلبية أو تستاء من تدخل أحدهم في طرفك أو يعني شوي تأخذ على بالك من تجاهل أحد الأصدقاء أو المعارف لأمر أنت بحاجته أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء بتحدث بعض التقلبات السريعة على مستوى العمل يعني يا بيجيك عمل بشكل مفاجئ وبيبقى ضاغط يا تقلب على مستوى الصحي زي شد عضل مثلا في الرقبة توتر عصبي شوي تحس أنه أنت تعرضت لإصابة أثناء العمل أو الحركة يعني بدك تنتبه لهاي الأمور كلها بالكامل راقب غذائك وراقب راحتك برج السرطان طبعا القمر بما أنه موجود عندك في البيت الأول والشمس وعطارد وكلهم عاملين تقابل مع الكواكب اللي موجودة في بيتك السابع بيت الشراكة فمعناته ما بدنا نقول لك أنت مشحون بطاقة ونشاطه حيوي اليوم أنت اليوم متسرع ومتهور وعصبي جدا فحاول قدر الإمكان أنك ما تعصب وما تحتد وما تحلل الأمور بسلبية وما تتخذ قرارات سلبية بالفترة هاي حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية اللي تتجاوز هذا اليوم تحديدا من بكرة الأمور غير يعني بكرة خلاص بتتغير هاي كل هاي الضغوطات بشكل 360 درجة هيك بتنعكس فاليوم مشي بأي طريقة بدون حدية والعصبية وحاول تنجز الأشياء الروتينية من مشاغل ما تتردد اليوم بإنجاز أعمالك بس ما تحاول أنك تفرض وجهة نظرك اليوم على الأشخاص اللي حواليك ماشي عندك عزيمة عندك معنويات حاسس أنه فيه إشي جاي مخبة ولكن أنا بقول لك أنه إشي إيجابي إن شاء الله ممكن تكون ناجح في بعض التحركات ولكن حاول أنك ما تغامر كثير الفترة الجاية رح تلمس فيها انفراج وتقدم جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني جيد شيئا ما على المستوى المالي ولكن بيغلب عليك الصرف والمصاريف والدفعات والتهور في بعض المسائل المالية حاول تركز بشكل جيد ما تندفع كثير وما تتهور وما تصرف فلوسك ركز ما تغامر حتى لو شفت الفرصة بين إيديك كأنك بدك تمسك مليون دينار في إيدك وإنت مقابل دينار ما تضيعش الدينار لأن الفرصة هاي ممكن تتبخر في لحظة وأنت تطلع خسران دينارك ما تخلي حد يغشك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها النشطة على مستوى التحركات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن العصبية شوي من البيت الأول ممكن تأثر عليك حاول إنك ما تتسرع انتبه أثناء قيادة السيارة ركز بشكل جيد وإهتم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة استعد بشكل جيد خلال هذا اليوم ركز في كلامك إذا حد حاول يستدرجك ببعض الكلمات ركز في كلامك قبل ما تطلعوك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء بلشت تتميل للاتجاه الروتيني يعني يشبه الأمن مستتب وفي راحة في تواصل في إيجابيات في أشياء بتعزز من بعض النقاط القوية اللي بتقارب من وجهتك وجهات أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض الشؤون المنزلية أو البيتية زي ترتيبات أو مشتريات أو مشكلة عائلية بتكون طرف في حلها خلال هذا اليوم ولكن ما تعصب وما تحتد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي بشكل واضح يعني اليوم بتقارب ما بينك وبين الأحبة الأصدقاء المقربين جدا الحبايب الأبناء الوالدين ممكن تحل بعض المسائل اللي كان صعب هتنحل بالفترة الماضية ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ولكن بدون فتح ملفات قديمة بدون مراجعة ومحاسبة بتقدر تعالج المسائل بدون ما تلجأ للأشياء أنك تفتح أوراق أو مشاكل قديمة وتصير بدك أن تتعاتب فيها عشان تتصالح ولا اليوم بدك تتجاوز المرحلة أجلها لليوم جاي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا على مستوى العمل الجيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تهتم على مستوى عملك بشكل جيد وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية برضو بشكل جيد خلال هذا اليوم أهم شيء أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وتحاول تهتم بعملك وبصحتك بشكل كثير منيح أما بالنسبة للبيت السابع فهونا بدنا برضو نعمل هيك تركيز عليها بدكوا تنتبهوا أثناء نقاشاتك وحواراتك وما بينكوا بين شركاء المال والعاطفي يعني ما بينكوا بين الأزواج تحديدا ليش؟ لأنه اليوم بيخليك ترجع بذكريات لمواضيع قديمة لا أشياء جرحك فيها الشريك لا أشياء أساءلك فيها الشريك مشكلة عائلية مشكلة بين أهل الشريك مشكلة مع النسائب تفتح أي موضوع تتذكر موقف هو في يوم من الأيام تطلع من طرف الشباك فشاف واحدة في الشارع فممكن ترجع تفتح الموضوع معاه على هاي النقطة ابعدي عن أي شيء بسبب خلافاته نقاشاته حدية بالفترة هاي لأن الفترة هاي عالية جدا بالحدية لدرجة إنه ممكن تتطور الأمور لمرحلة الطلاق أو الإنفصال بسهولة بدون ما حد يتوقع إيش التطور وشو سبب التطور وليش صار هيك طب أنا ما غلطتش طب أنا بس اللي حكيتن كلمتين الكلمتين هذولا بلعيهن في بطنك وخليهم لبعد بكرة بكون أفضل بس اليوم ما ترجعي لما في مجال المعاتبات اللي عندهم مشاكل قانونية أو مشاكل ممكن توصل للمحاكم اليوم يديروا بالهم يحاولوا يدفشوها شوي لقدام على أساس أنه ما تصير مشكلة وتصلى القضاء أما بالنسبة إلى البيت الثامن فالأجواء تقريباً إن نقدر نحكي أنه يعني فيها بعض الإيجابيات بتحقق بعض المكاسب على مستوى الأموال المشتركة أو الاهتمامات على مستوى البنوك أو الضريبة أو التأمين أو حل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة تقريباً الأجواء إيجابية بتدعمك في بعض المسائل أو بتحل لك بعض المسائل أما بالنسبة للبيت التاسع فبيركز على أشخاص خارج البلاد وعلى اتصالات خارجية على أبحاث على دراسة على أشياء لها علاقة بالمشاريع بالدورات بدك تركز على هذا بيت الدراسي يعني بمعنى آخر فأي شيء بتعلق بعلم الدراسة أو الدورات أو الاهتمامات اليوم ما تخاف من المواجهة ما تخاف من الامتحان ما تخاف من المسئوليات بالفترة هاي بالعكس أنت الحظ بدعمك في كثير من المسائل ولكن نبتن هو اللي بخوفك من هاي المسائل ما تهاب وادخل أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر يعني شوي بضغط على مستوى بيت السمعة فعشان هيك ما تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تغامر ما تخاطر ما تخال في القوانين ما تحاول أنك تدخل بمواجهات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بدك تكون حذر من كل التقلبات اللي ممكن تشوه سمعتك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 جيد على مستوى بيت الأصدقاء بيدعمك وبيقارب ما بينك وبين أصدقائك بيعمل بعض المفاجآت أو اللقاءات أو الحيوية باللقاءات ما بينك وبين بعض المعارف ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم وبرضو ممكن تنشط أنت بزيارات معينة أو تدعيم علاقاتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما في أي خوف ما تخاف وما ترتبك أعمالك بتقدر تنجزها بشكل كامل ما رح تسمح لعمل أنه يتراكم عندك إذا أنت بدك هيك الجو بساعدك وبرضو بالمقابل عندك قدرة للمحافظة أو الحفاظ على صحتك بشكل كبير ورقابة صحتك ما تتوسوس وما تخلي العقل يهيئ لك بعض الأمور اللي ممكن تخوفك أو ترعبك برج الأسد طبعا بالنسبة للبيتر أول يعني الأجواء مش الأجواء اللي بتسر البال فكل موليد برج الأسد معروف أنه اليوم هاد يوم يعني هي عصارة السنة كاملة موجودة في اليوم هاد ضغوط كاملة موجودة في اليوم هاد أوج المشاكل كلها والضغوطات موجودة في اليوم هاد الكل بده يكون حذر وأولهم أنا يعني لأنه أنا برضو برج أسد فعشان هيك بدها تركز الأمور هاي على العصبية والحدية التراخي التقصير في بعض المسائل ردات الفعل السلبية القرارات اللي ممكن تكون متسرعة في بعض الأوقات بدكوا تكونوا حذرين منها خلال هذا اليوم اليوم هاد بيحمل معاه تأخير بيحمل معاه تعطيل بيحمل معاه أشياء مفاجئة على المستوى الصحي برضو بدكوا تكونوا حذرين من كل النقاط اللي أنا ذكرتها بالنسبة للبيت الثاني الأجواء تقريبا ممكن تحصل أو تحقق بعض الإنجازات على المستوى المالي اللي تكون لصالحك خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو المكاسب المالية اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو من عمل إضافي ولكن ما تغامر نهائيا بأمور إلها علاقة بالأموال أو البورصة أو الأسهم أو الأشياء اللي مش موثوق فيها يعني نوع من المراهنات أو المجازفات بالفترة هاي ابعد عنها نهائيا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تدعمك شيئا ما على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن التركيز عندك قليل والعصبية عندك عالية فعشانك بدك تنتبه من ردات الفعل السلبية والعصبية والانتقاد والأشياء اللي ممكن إنها تسبب مشاكل انتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك أثناء تنقلاتك خوفا من الإصابات والحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني تقريبا منقدر نحكي فيها إيجابية ولكن ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات الحادية على مستوى البيت اللي ممكن إنك أنت تشارك فيها بطريقة عفوية فتنحسب الأمور ضدك أنت يعني تصير أنت طرف مباشر في المشكلة هاي حاول تبعد عن النقاشات والخلافات وما تتدخل في أي مسائل بالفترة هاي أجلها لبكرة أجلها لبكرة بتنحل الأمور وبتصير لصالحك ولكن بالفترة هاي ممكن الأمور تحتد وتعصب وتكبر الأمور بشكل سلبي وتكون الأمور مش لمصلحتك نهائيا ممكن تهتموا ببعض المسائل البيتية زي شراء بحاجيات أو مواقص أو لوازن بيتية أو تغييرات أو ديكور أو أشياء بيتية اهتم فيها ماشي ولكن بدون مجازفات بأشياء زي شراء تحفي أو أشياء مهمة باليوم هاد حاول أنك ما تقربها ممكن لو أشياء قديمة واليوم بدها توصلك مش مشكلة بس اليوم ما تبدأ بهذا الشيء أما بالنسبة للبيت الخامس على مستوى بيت الأحبة والعواطف يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية أو العتاب أو الحسسية أو التقلب بالمزاج أثناء تعاملك مع الأحبة صحيح بتعملك تقارب بتعملك تلاقي بتعملك أشياء إيجابية ولكن في لحظات ممكن تظهر استفزازات يعني تقلب مزاجك 360 درجة حاول ما تخلي الأمور تحتد وتكبر بلحظة وخصوصا ما بينك وبين الأبناء وما بينك وبين الحبايب وخصوصا الأصدقاء المقربين وما بينك وبين أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدنا نركز عليه هذا بشكل كبير لأنه مهم جدا وهذا له علاقة في برج الجدي بيتك السادس اللي شوي هذا بركز على نقطتين حساسات أمور إلها علاقة بالصحة وأمور إلها علاقة بالعمل فممكن تجيك مشكلة على مستوى العمل وممكن تجيك مشكلة على مستوى الصحة حاول إنك تراقب النقطتين ما تستهين بالظواهر ما تستهين بالإحساس حاول إذا شعرت بعي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك خصوصا أمور إلها علاقة بالالتهابات إلها العلاقة بالنقص المناعة لها علاقة بالتحسس الصدري لها علاقة بأمور برضو يعني بتأثر على الصدر على القلب على أمور الأمعاء هاي بدك تركز عليها بشكل كبير إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك وما تستهين ما تستهين نهائيا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا بنقدر نحكي إنها جيد يعني بتقارب ما بينك وبين شركائك خلال هذا اليوم وخصوصا ما بينك وبين الزوج أو الزوجة ممكن تحلوا مسألة معينة ممكن تتجاوبوا في مسألة معينة ممكن تتشاركوا على مسألة معينة ولكن ما تحاولوا تفتحوا مشاكل قديمة وتحاولوا أنكوا بتعلجوها اليوم لأنه اليوم مش للعلاج اليوم للخراب فعشانك ما تدمروا أي شيء بمجرد بس أنه نفتح حوار وكبر خلاف أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أو إلها علاقة بالأموال الشريك زي أموال الزوج أو الزوجة أو أموال إلها علاقة بالمستردات أو الميراث فحاول أنه برضو تركز عليها بطريقة عقلانية بدون عصبية وتهكم أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بدك تنتبه أثناء تنقلاتك خصوصا على الشوارع المفتوحة أو السفر ما بين المدن البعيدة أثناء اتصالاتك مع أشخاص قارج البلاد بدك تكون حذر من العصبية وردات الفعل إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما فيه داعي لأنك تعتمد على سرعة بديتك بدك تدرس الأمور بشكل منطقي وعقلاني في نفس اللحظة لأن الأجواء شوي مش لمصلحتك خصوصا على أي شيء له علاقة بالدراسة أو البحث أو النشاطات الفكرية كلها بدك تكون حذر فيها إذا عندك سفر من مدينة لمدينة أو تنقل حاول تتفقد كل أوراقك كل معاملاتك كل أغراضك ممكن تنسى شيء أو يضيع منك شيء خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا تعمل نوع من أنواع المفاجآت على مستوى بيت السمعة حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تدخل بمجازفات أو مغامرات ممكن تشوه سمعتك خلال هذا اليوم ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول أنك أنت تجازف بهذا اليوم حتى على مستوى عملك يعني أنه عمل تقول أنا بقدر أعمل وبعدين تتورط فيه وتلاقي الأمور صعبة اركز على الأمور المشتركة إذا صار عندك عمل حاول أنك تتعاون أنت وبعض الأشخاص أو الأصدقاء أو المعاونين إليك بالعمل لحل هاي المعاملة ما تخليها بس على كتافك أنت لحالك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن تنشط ببعض اللقاءات أو الحوارات أو التواصل الجيد ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن تحمل لك لقاء أو زيارة أو حل مشكلة معينة الأجواء تقريبا جيدة للتواصل مع الأصدقاء وبرضو لطلب المساعدة منهم أو مساعدتهم في بعض الأوقات أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هذا بيت المتاعب اللي هو السرطان كل الكواكب موجودة فيه وعمل زوايا متقابل فعشان هيك اليوم يعني الغالب عليه رح يكون مسيطر عليك التعب حاول أنك تنجز بس اللي بتقدر عليه من العمل العاجل حاول أنك تخلد للراحة بتكون هاي الفترة فارغة من الحضوض وممكن تخفي وراها عداوة أو مؤامرة لأشخاص بيحاولوا يتآمروا عليك أو يكيدوا لك بالفترة هاي بدك تتجنب المشاكل راعي أعمالك وسيرها وبدك تأخذ بعين الاعتبار أنه الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التأخير خصوصا في المواعيد أو في النشاطات حاول أنك يعني تكون حذر هذا اليوم هو الفيصل اللي بتحكم تقريبا بكل السنة القادمة من خلاله يا مشكلة بتصيره بتستمر معك الفترة الجاي يا إما بتحل مشكلة وبترتاح الفترة اللي جاي برج العذراء بالنسبة للبيتر أول الأجواء اليوم أحسن نفسيا أنت عندك طاقة عندك ثقة بالنفس عندك رغبة لإنجاز بعض الأمور يعني بتحاول أنه اليوم تركز على المسائل الاجتماعية أكثر النشاطات الاجتماعية أو إشي بتعلق بالعلاقات أكثر يعني حاول تستغله بالجانب هذا ولكن ما تحاول أنك تنتقد وما تحاول توجه انتقاد لأحد وما تكون لاذع بالكلام أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى الأمور المالية تقريبا تحمل بعض الإيجابيات ممكن تساعدك في بعض المسائل ممكن تحل بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم ولكن بدك تدير بالك من النصابين والمحتالين وخسارة الأموال إذا جازفت فبدك تنتبه على الوضع المالي بشكل جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد وبيدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والاتصالات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك برضو بتنشط بكثير من الحركة والتنقل خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء نقاشاتك من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد وبيدعمك وبيقارب بينك وبين علاقاتك على مستوى البيت ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو البيتية أو الاهتمام ببعض النشاطات اللي إلها علاقة بالبيت والعقار والدكور والتغييرات أو المشتريات أو بمشكلة بتتعلق بأحد أفراد العائلة ممكن تهتم فيها بشكل كبير أو تركز عليها بشكل كبير خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا اليوم بدك تكون حذر جدا 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 عن المستوى العاطفي اليوم ممكن تحمل لك خلاف أو مشكلة أو حتى ممكن توصل لمرحلة لتنتهي علاقة عاطفية إذا أنت ما داركت الموقف خصوصا مع الأحبة وخصوصا مع الأبناء أو الوالدين أو صديق مقرب بدك تكون منتبه أثناء حديثك أثناء حواراتك ما في داعي للعنف ما في داعي للسان اللي فالت يعني بالمعنى آخر أنه يعني تفقد السيطرة على حالك فتروح إلا أنت سابب أو شاتم أو بدون ما تركز بشكل جيد لأن الفترة هي حساسة جدا فالموضوع بده شوي دارت بال تركز بشكل قوي حاول أنك تجمد اليوم عاطفيا أو أي مشاكل عاطفية تجمدها لليومين القادمات عشان الأمور تكون لصالحك شوي ولكن اليوم الأمور مش لصالحك نهائيا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل وأمور الصحة تقريبا بنقدر نحكي إنها جيدة يعني مش جيدة كثير هي روتينية ممكن تنجز بعض الأعمال أو تهتم ببعض الأعمال ولكن الوضع الصحي يعني احتمالي بعضكو يشعر ببعض التقلبات الصحية أو تطور مسألة صحية تكون بحاجة لمراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعمل نوع من أنواع المخاوف أو الضغط أو بمواجهة ما بينك وبين الشريك بدك تنتبه من الحدية والعصبية وردات الفعل السلبية أو المشاحنات أو المواجهات ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفي يعني ما بين الأزوج وأي أوراق قانونية بدك تهتم فيها بشكل كبير لأن الفترة هاي ضاغطة ومش لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتضغطك على مستوى الأموال المشتركة بتسبب لك نوع من أنواع الحدية أو يعني نوع من أنواع أنك بدك تثبت أو بعض المسائل أو تدافع عن بعض المسائل أو تسترد بعض الأموال اللي إلك أو اللي بتعود لغيرك فحاول قدر الإمكان أنك ما تحتد وتعصب عشان ما تصير خلافات ومشاكل وتخسر هاي الأموال بدك تركز بشكل جيد تركها ليوم آخر أو لعند وصول القمر لعندك بيكون الوقت أفضل لإلك أكثر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور إلى علاقة بالوضع التعليمي أو المؤسسات التعليمية أو التعليم بمعنى آخر وبرضو على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات أهم شيء أنك تنتبه من المفاجآت أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك ممكن تنجز بعض الأمور المهمة والضرورية خلال هذا اليوم ولكن العمل المشترك أو التعاون بإنجاز بعض الأعمال بيكون أفضل من أنك تعمل لحالك أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم تنشطوا في أمور إلها علاقة بالأصدقاء ولكن بيكون الأجواء حادة شوي فممكن اليوم تعصب أو تحتد في بعض المسائل ممكن تدخل بمواجهة حادة ما بينك وبين صديق أو معرفة بدك تتجنب الانتقاد مهما كانت الظروف ما تنتقد أنت بالفترة هاي بتحتاج إلى الحجد التأييد لا تحالف الناس معاك أو للتقرب منك ما في مجال أنك اليوم تستعطف حد عشان أنت تكسبهم ثقتك أو الإشي المنطقي هو اللي بيكسب الناس خلال هاي الفترة الفترة هاي كانت من المفروض أنها تكون فترة نجاح أو انتشار ولكن الفترة هاي فيها ضغط على مستوى أشياء ممكن تعمل نوع من أنواع الخلافات أو الصدمات أو تشويه الصورة ما بينك وبين معارفك وعلاقاتك وأصدقاءك أما بالنسبة لبيت 12 فالبيت 12 تقريبا نقدر نحكي أنه يعني فيه نوع من أنواع الضغط بضغط على العمل يعني ممكن شوي بعض الأعمال تتراكم عندك خلال هذا اليوم أو يظهر أكثر من عمل مع بعض وممكن بعضك يشعر ببعض التقلبات الصحية أو يكون له بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة برج الميزان بالنسبة للبيت الأول اليوم أنت تقريبا يعني أحسن من الفترة الماضية شوي ولكن برضو ما زالت الأمور تضغط على العمل النفسي عندك تعمل لك نوع من أنواع التقلب بالمزاج الحدية في بعض الأوقات بتشعر بنوع من أنواع الارتخاء أو نوع من أنواع التعب أو القلق من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي بتحمل لك بعض المفاجآت أو المكاسب أو الاهتمامات المالية ممكن اليوم تحقق بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن حاول أنك تقلل من المصاري في قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني بتدفعك للنشاط للحركة للحوار للإندفاع للمغامرة لا أشياء لا علاقة بالحوارات بالنقاشات ماشي أنت مقنع عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع الأشخاص اللي حواليك بتقدر تسوق لسلعة معينة ولكن ما تنغر وتتباهى أو تتعالى على الناس وأنت بتحكي معاهم أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بنرجع لوضع البيت وبدك تركز عليه بشكل جيد من الخلافات ممكن تظهر خلاف أو مشكلة أو نقاش عائلي أو منزلي أو مشكلة بيتية شوي ترهقك بالفترة هاي ممكن تحملك نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع العصبية أو الخلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة بدك تركز على النقاط هاي ما تكبرها وما تزيد الخلاف وما تحاول أنك أنت تعالجها بالنرفزة والعصبية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا جيدة بتقارب ما بينك وبين الحبيب بيهدأ بالك أو ببعض المسائل أو بتدعمك بعض المسائل اللي بتقارب ما بينك وبين الأحبة الأبناء أو مسائل إلها علاقة بالوالدين أو مسائل إلها علاقة بأحد الأبناء الأجواء إيجابية بتدعمك بقوة وبتقارب بشكل جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني بتحمل بعض الوساوس أو الاهتمامات على مستوى العمل أو الصحة ما تغامر في خلال الفترة هاي وما تتوسوس وما تشك صحيح أنه ممكن تصير بعض التقلبات ممكن يصير بعض الضغط عليك على مستوى العمل يصير العمل مربك أو مرهق خلال الفترة هاي ولكن الأهم تنتبه لوضعك الصحي ما تجازف وما تغامر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة بتحمل بعض النقاشات أو الحدية أو التطور في مسائل ممكن خلافية تكون ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ممكن تحتد وتعصب أو تدخل بنقاش حاد أو خلاف يصير ما بينكم باختلاف وجهة نظر فحاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما في داعي لتطوير الأمور أو لعمل خلافات يعني بدون ما تكونوا مركزين بشكل جيد وانتبه من غيرة الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تنشط على بعض المسائل المالية المشتركة ممكن يظهر لك اليوم مفاجأة أو يحضر لك مفاجأة على مستوى الأعمال على مستوى الأموال المشتركة إما موضوع له علاقة بقضية أو أموال بتستردها أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو يجيك دين بشكل مفاجأة كنت مدين للأشخاص اليوم تسترده أو قرار محكمي باسترداد بعض الأموال لإلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والامتحانات عندك جاهزية عالية وعندك قدرة لإنجاز بعض المسائل ممكن تهتم ببعض المسائل العلمية أو الجامل بعض الأشخاص بالمستوى العلمي أو ممكن أنك تدخل بدورة أو ثقافة جديدة أو الاهتمام بلغة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بدكوا يعني تركزوا برضو بشكل جيد خلال هذا اليوم ما في داعي للمغامرة ولا للمخاطرة ولا لمخالفة القوانين ما تشوه سمعتك الظروب بالفترة هاي ضاغطة ممكن تحمل لك فرصة ولكن برضو الخوف لازم يكون موجود لازم تراجع كل نقطة ما تدخل بأي مغامرات ما تخلي الطيش أو اللهو أنهم يتسببوا بأخطاء ما بتغتفر الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المواجهة ما بينك وبين أحد زملائك أو المسؤولين عنك يعني حاول أنك تدافع عن سمعتك بشكل كبير بالفترة هاي ما تخلي أي شيء يشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة فبتحمل لك نوع من أنواع اللقاء أو التقارب أو حل مسألة معينة ممكن يصير فيه تقارب ووجهة النظر بينك وبين بعض الأصدقاء أو خروجة أو دعوة أو زيارة أو تبادل زيارات يعني الوضع الإجتماعي إجمالا جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء شوي يعني هنا بدك تكون منتبهم بعض المسائل اللي يتراكم الأعمال وبرضو بعض الظهور بعض المشاكل الصحية أو الأمور الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج العقرب يعني من المفروض أنه اليوم يعطيك طاقة كبيرة على مستوى التحركات والاتصالات والنشاطات وبتحاول تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم ولكن بيغلب عليك الطبع العصبي أو التهور أو اصدار القرارات أو الفرامانات بدك تنتبه من هاي النقاط ما تخلي الحدية والعصبية وتقلب المزاج أنهم يأثروا عليك بشكل كبير شد العصب عندك واضح والتوتر عندك واضح برضو بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية وهي بتقارب ما بينك وبين الأشخاص المحيطين فيك فممكن تهتم ببعض العلاقات اللي ممكن تحصل بعض المكاسب منها ممكن من عمل إضافي أو مكاسب أو مستردات أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم اللي بيجيك بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدك تكون حذر جدا 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 بدك تكون أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وبدك تكون ماسك أعصابك أثناء النقاشات والحوارات ما تتسرع بالجواب قبل ما تكون دارس إذا حطيت بفترة هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الامتحان فعشان هيك بدك تكون حذر من ردات الفعل أو السلبية أو الأمور اللي ممكن إنها تنحسب عليك إنك أنت تسرعت أو يعني كنت عصبي زيادة فسببت مشكلة كبيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت شوي بتحمل نوع من أنواع التقلبات ولكن إجمالا أنت قادر تسيطر على الأمور يعني الأجواء تقريبا بتقدر تحولها لشكل إيجابي ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو البيتية أو تقارب في وجهات النظر أو تكون أنت عنصر حلة مشكلة معينة يعني ممكن تكون طرف فيها ولكن إجمالا أنت بتقدر تدافع عن سمعتك وتدافع عن حالك وبتقدر أنك تحل المشكلة إن أردت ذلك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني تقريبا بتحملك بعض المخاوف ولكن إجمالا لأجواء جيدة فبتحملك نوع من ألواع اللقاء أو التقارب ما بينك وبين أحد الأحبة أو تقارب وجهات النظر أو يعني اجتماع بجمعك بحبيب أو بأحد الأبناء أو بأحد الأشخاص المقربين لإلك من الأصدقاء اللي هم الدرجة أولى ممكن برضو يحملك بعض المفاجآت على مستوى خروجي أو فسحة أو تحاول تغير جو خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بدك تنتبه على مستوى الوضع الصحي من التقلبات الصحية من أمور إلها علاقة بالالتهابات من أمور إلها علاقة في بعض المسائل اللي شوي ممكن تسبب لك صداع أو وجع راس أو التهاب بفقرات الرقبة أو شد بالعضلات برضو عن مستوى العمل ممكن يظهر لك عمل بشكل مفاجئ أهم شيء أنك تدرس المعاملة بشكل جيد ما تتسرع بحلها ممكن تنشط كثير في مكان العمل فهذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع الإرهاق أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك ما بينك وبين الشريك ممكن تحدث بعض المفاجئات خلال هذا اليوم إما برفقة أو بموضوع أو بمشروع ولكن الأهم ما توجه انتقادات وما تدخل بمواجهات مفاجئة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتعمل نوع من أنواع النشاط على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحل بعض المسائل أو تنشط بأمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو تحل بعض المسائل المعقدة اللي بتتعلق في بنك أو ضريبة أو في أمور إلها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا ضاغطة جدا على مستوى بيت السفر بيت الدراسي بيت العلم فممكن اليوم تنشط في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة ولكن بدك تنتبه إذا كان عندك فتر التنقلات بدك تنتبه أثناء التنقلات وبرضو إذا كان عندك سفر من مدينة لمدينة أو من بلد لبلد يعني هاي قلة طبعا بسبب الظروف الظاهرة تفقد أوراقك وأغراضك من النسيان أو ضياعها أو فقدانها بدك تتفقد أدويتك تفقد الموعد برضو كلها هاي بتكون مهمة خلال الفترة هاي وممكن تحمل لك قلق على أحد الأشخاص خارج البلاد أهمش أنك تكون أكثر صبر أثناء قيادة السيارة وأثناء النقاشات الفترة هاي بتحذرك من الفوضى لأنه هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الفوضى أو أنت بتحب التنظيم وبتحب أنك أنت تكون مجهز كل أمورك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر طبعا بيت السمعة جيد بيدعمك وهذا بيقارب ما بينك وبين معارفك وعلاقاتك فممكن تنجز بعض الأشياء المهمة أو تحل بعض المسائل المعقدي خلال هذا اليوم ممكن تتعاون أنت وبعض الأشخاص لحل بعض المسائل وبرضو بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين رؤسائك بالعمل أو زملائك في مكان العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء روتينية يعني تعاملك مع أصدقائك بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية فممكن تحل بعض المسائل بشكل جيد وممكن تحمل لك حل بعض المسائل برضو تكون بشكل جيد ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة برضو يعني بتساعدك لإنجاز بعض الأعمال وبرضو للاهتمام بشؤونك الصحية فعشانك إذا ظهر مسألة صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة اهتم فيها وما تهملها نهائيا برج القوس طبعا بالنسبة للبيتر أول مش اليوم المناسب بالنسبة لإلك نفسيتك ماشي أحسن عندك ثقة بالنفس عندك يعني شوي اهتمامات خلال هذا اليوم أفضل من الأيام الماضية ولكن بيغلب عليك العصبية وردات الفعل السلبية والوساوس اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا حادة وضاغطة ومحبطة على مستوى الأمور المالية فعشانيك بدك تهتم بمسائلك المالية بشكل جيد ما تضيع فلوسك ما تتسرع بتوظيف الأموال خلال هذا اليوم يعني ممكن شوي تسبب لك خسارة مالية أو أنه تسبب لك نوع من أنواع الأشياء اللي محبطة ماليا فما في داعي لأي مجازفات مالية بالفترة هاي لأنه الفترة هاي محبطة ممكن أنه تسبب لك أشياء سلبية أو إحباطات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو تقريبا روتيني يعني نشاطاتك وحواراتك وإتصالاتك ونقاشاتك بتكون روتينية ولكن العصبية بتكون ظاهرة أكثر والتسرع بتكون ظاهر أكثر عندك فعشان هيك بدك تنتبه من ردات الفعل السلبية والعصبية بالفترة هايلا فلا توجه انتقاد ولا تدخل بنقاشات حادة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت في أشياء مزعجيتك أو مخاوف معينة أو ممكن تظهر بعض الأخطاء أو الأعطال أو بعض الاهتمامات اللي ممكن تزعجك بسبب تصرف أحد أفراد العائلة ممكن يظهر مسألة إلها علاقة بابن أو إلها علاقة بأخ فشوي تسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء شوي بتعطي نوع من أنواع العصبية أو الاندفاع أثناء تعاملك مع الحبيب بالفترة هاي فممكن شوي تحتد أو تعصب أو تثور من مسألة معينة أو نقاش معين فحاول إنك ما تعمل خلافات وما تكبر المسائل بالخلافات ما بينك وبين أحبائك وخصوصا ما بينك وبين أحد الأحبة الأصدقاء المقربين الأبناء أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى العمل ممكن تظهر لك بعض المسائل المفاجئة خلال هذا اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال بشكل مفاجئ ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الممتازة جدا خلال هذا اليوم ولكن تطلب منك نوع من أنواع التركيز والاهتمام خلال الفترة هاي حاول قدر الإمكان إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تنجز اهتماماتك وبرضو بدك تراعي الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكي تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة بتحمل بعض الأشياء الممتازة وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الشركاء فعشان يكون لك اهتمام جيد اليوم بدعم من علاقتك بالشريك شيئا ما فممكن اليوم تتوصلوا لحل أو بلا اتفاقية معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فبتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالي المشتركي رغم النفقات العالية بالفترة هاي ثم فرصة لمكسب مصدره شراكي أو تعويض ممكن ترغب في الفترة هاي للفت النظر وتبديد الأجواء السلبية ولكن شوي ممكن أنت نفسيا تكون مش مرتاح أو متخوف أو قلق من بعض الأمور أو تتوسوس من بعض الضغوطات المالية يعني حاول أنك ما تستعجل على توقيع أو على عملية تجارية يبل ما تدرس الفكرة بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنشط ببعض المسائل العملية العلمية أو البحثية أو ممكن تهتم بدورة معينة أو بعلم جديد أو بثقافة جديدة أو بعمل جديد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت السمعة بتعزز من علاقاتك ومن معارفك وبرضو بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال بشكل مشترك ممكن يكون لك اهتمام على مستوى العمل أو بعمل معين أو مع زملائك أو مع رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك فممكن تنشط اليوم بأمور اجتماعية زي زيارة أو تبادل زيارات أو تفقد صديق أو تعاون مع صديق أو صديق جديد أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب الشوي يعني هو جيد بيدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ولكن إن شعرت بأي الأعراض الجانبية على المستوى الصحي ما تتوسوس كثير ولكن برضو بالمقابل راجع طبيبك برج الجدي طبعا بما إن القمر مقابلك مباشرة وعندك الزوايا كلها بدأت تشكل مع برجك أنت فكل هاي الزوايا السلبية اللي رح تتشكل اللي هي المقابلة مع القمر مع عطارد مع الشمس كلها بتضغط عليك نفسيا بتسبب لك توتر توهم قلة صبر اندفاع تهور في بعض المراحل خوف هاي كلها والقلق هذا كل ياتوا بسبب هاي الكواكب وخصوصا إنه عندك ومقابلك يعني على الجهتين فعشانيك برضو بدك تنتبه لوضعك الصحي بشكل جيد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية ممكن تحقق بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم أو تحل مسألة مالية كان معقد إنك تحلها بالفترة الماضية ولكن الأهم إنك تركز بشكل جيد وتقلل من مصاريفك ما في داعي للتهورات أو المغامرات المالية في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ابتدعمك على مسوطة والتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية ولكن روح التشاؤم بتكون ظاهرة أكثر وفي نوع من أنواع الأعباء النفسية بتكون ظاهرة عليك أكثر حاول تتحمل هذا اليوم الأيام القادمة بتحمل لك أشياء إيجابية أفضل من هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بخليك تعصب وتحتد على مسائل إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة أو بنقاش معين أو حل مشكلة معينة يعني الأجواء فيها سلبية فيها نوع من أنواع الضغط حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان اتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو ما بينك وبين علاقتك بالعائلة لأن الأجواء بحاجة للتضامن بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتحدث مفاجآت على مستوى الأمور العاطفة فممكن اليوم يكون فيه تلاقي أو تعاطف أو اتصال ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأصدقاء المقربين لا إلك ممكن مشروع أو فكرة معينة يصير فيها نوع من أنواع الانسجام أنت وحبيب أو أنت وأحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن إجمالا الجو العاطفي اليوم فيه إيجابية قوية أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بنقول لك بدك تدير بالك من بعض الأعمال أو تراكم الأعمال أو الوسوس بسبب عمل معين وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي بشكل جيد من أي طارق ممكن يحدث خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بدك تركز بشكل جيد هذا مقابلك مباشرة هو اللي بيضعف طاقتك هو اللي بيشعرك بالتعب بيجيب لك بعض الأوجاع أو الأمراض اللي بشكل مفاجئ بيسبب لك بعض التوترات أو يعني هذه الزوايا إلها فترة أو الكواكب الشمس وعطارد إلها فترة موجودة فهي ضغطيتك على مستوى الشراكة ولكن اليوم الزوايا هاي بتضغطك أكثر بدك تنتبه لهاي الأمور فما في داعي لمواجهات ولا لحوارات ولا لفتح مواضيع سلبية ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم حاول تمشي اليوم بأي طريقة للأيام القادمة وبعدين ناقش مثل ما بدك بس اليوم بدك تنتبه على صحتك وعلى نقاشاتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني جيدة بتعمل لك نوع من أنواع الإيجابية بتعمل نوع من أنواع حل بعض المسائل المالية على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو أشياء إلها علاقة بالأمور المالية زي بنوك ضريبة تأمين كلها هاي بتكون لصالحك إن أنجزتها خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى الأمور التعليمية كلها تقريبا بحسب طبيعتك بحسب ثقافتك بحسب وضعك الاجتماعي أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن تدافع عن سمعتك أو تعزز سمعتك أو تقوم بعمل مشترك بطلب تعاون ما بينك وبين زميل أو ما بينك وبين رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بقارب بينك وبين أصدقائك فممكن اليوم تنشط إما بزيارة أو بدعوة معينة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أو اجتماع ما بينك وبين أصدقائك بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول تهتم بصحتك بشكل جيد الفترة هاي بتحمل لك طلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا تواجد القمر والشمس وعطارد في البيت السادس لإلك بيت الصحة بيت العمل الفترة هاي مش الفترة المناسبة لإلك تضغطك على كثير من المسائل فبدك تهتم اليوم بهدوءك براحتك قدر الإمكان حاول إنه اليوم هاد يعني زي ما تقول بدك تأخذ إجازة وبدك تهتم بصحتك بشكل كبير البيت الأول بالنسبة لإلك اليوم بسبب لك نوع من أنواع التوتر شخصيتك متقلبة عصب المزاج أو حد المزاج أو ما عندك نفس حتى إنك تعمل أشياء كثيرة خلال هذا اليوم صحيح ممكن تظهر بعض المسائل الجيدة ولكن إجمالا الوضع النفسي متقلب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتقدر تحكي إنه فيها إيجابية بتدعمك على مستوى الوضع المالي فممكن تساعدك ببعض المسائل المالية صحيح إنه في بعض المخاوف في بعض التردد بعض التقلب خلال هذا اليوم ممكن تجازف ببعض الأموال وأنا ما بنصحك بهاي الأمور لأنه الوضع مخيب للآمال فممكن تخسر ما تكسب بالفترة حافظ على أموالك وحاول إنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدفعك بشكل كبير على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ممكن إنه تنجز كثير من المهام خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الجيدة اللي تساعدك برضو بالفترة هاي سرعة بديهتك عالية وقدرتك على الإقناع عالية ومشاطك عالي ولكن عصبيتك أعلى منهم كلهم انتبه من ردات الفعل السلبية وتوجيه الانتقادات والحدية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا تحدث بعض المفاجآت إما إنه تلاقي أو ممكن خلاف ممكن إنجاز أعمال منزلية ممكن يتراكم أعمال يعني بشكل متقلب يا إيجابي يا سلبي ما في حل وسط ممكن تظهر مسألة إلى علاقة بأفراد العائلة نقاش مثلا أو حوار أو قرارات ولكن بفضل إنه ما تتخذها اليوم تأجلها للأيام القادمة بتكون الرؤية اتضحت أكثر وبرضو عندك قدرة على القرارات بشكل كبير خلال الفترة هاي وتكون نتائجها جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا جيد فبيحمل بعض الأشياء المبشرة لإلك اللي بتقارب ما بينك وبين الأحبة ما بينك وبين الأبناء ما بينك وبين الوالدين وبرضو بتحدث لك بعض المفاجآت اللي ممكن تكون على المستوى العاطفي أو أشياء لها علاقة بفرحة أو ارتباط أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السادس فبدك تكون حذر من تراكم العمل عندك حاول إنجاز ما بوسعك دون إهمال صحتك ما تدخل في مواجهة مع الزملاء أو مع زميل أو مع رئيسك بالعمل اليوم بتكثر التنقلات وورشات العمل بتضطر لتقديم المساعدة لأحدهم ممكن تكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها بدك تكون حريص جدا على صحتك وهي فترة شوي بتكون دقيقة وضاغطة على العمل وعلى الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة بتدعمك وبتقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تجدوا حلول أو حل مسألة معينة خلال هذا اليوم أو تتفقوا على مسألة معينة تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية إذا أنت جردت العمل النفسي الضاغط عليك فممكن تتوفق في أمور تدعيم الشراكة أو المصالحة ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة برضو على مستوى الأموال المشتركة فبتحمل بعض المفاجآت الجيدة أو بعض الإنجازات أو بعض الاهتمامات إما من طلب دعم أو قرض أو مساعدة أو تجدول ديون أو حل بعض المسائل المعقدة المالية أو الاطلاع على بعض الأمور اللي إله علاقة بالمواريث ممكن كلها تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والدراسة والامتحانات وأمور المؤسسات التعليمية أو حتى التنقلات ولكن الأهم احذر أثناء التنقلات من بعض المشاكل اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة بتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل ولكن بدك أن تدير بالك العصبية ممكن تسوي خلافات ما تشوه سمعتك خلال هذا اليوم بأي شيء حاول أنك تنجز أعمالك بشكل مشترك وبشكل مترابط أو تكاتف أعمال عشان تكون النتائج لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقاتك مع الأصدقاء روتينية يعني بتتعامل بشكل طبيعي بشكل ودي مثل ما أنت متعود تتعامل مع أصدقائك ممكن تنشط ببعض الزيارات أو اللقاءات أو الاتصالات أو الاهتمام بصحة أحد الأشخاص اللي مثلا بعنوك أو إلك اهتمامات مشتركة ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهون بدك تحذر لأنه زي ما قلنا أنه البيت السادس له على العمل والصحة وبيت المتاعب بضغط برضو على العمل وعلى الصحة فعشان يك بدك تنتبه على عملك وبدك تنتبه على صحتك ما توقع على أوراق بدون دراسة ما تتهور ما تلزم حالك بمسؤوليات ممكن تكون صعبة بالفترة هاي وبرضو بدي يكون لك اهتمام إذا شعرت بأي شيء غير اعتياد صحي راجع طبيبك أو خذ قسط كافي من الراحة وهذا الأهم برج الحوت أهم إشي على البيت الشخصي إنك تحاول تطلع من الوساوس والاكتئاب والضغط النفسي اللي ممكن إنه مسيطر عليك الفترة هاي لا تخلي الوساوس تحكمك ولا تتخوف من أي شيء حاول تنطلق حاول إنك تحتك بمحيطك بشكل أكبر حاول إنك تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بيحدث بعض المشاكل على المستوى المالي إما بتتهور بصرف الفلوس أو بتندفع بالمصاريف خلال الفترة هاي أو بتتهور بالتوقيع على التزامات مالية بتكون أنت مش قد سدادها حاول تركز بشكل جيد وما تندفع وما تتهور وحاول تخلي الأمور إيجابية ماليا تحديدا ما في داعي للمغامرات المالية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ممكن تحدث لك بعض النشاطات أو الاتصالات أو الحوارات المنائلة اللي بتيجي بشكل مفاجئ ممكن تنشط ببعض الأشياء المهمة اللي بتطلب منك جهد بدني أو نشاط وحركة يعني بدها نوع من أنواع الاهتمام ولكن ما تخلي العصبية تكون ظاهرة على الساحة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت فعندك إنجازات عالية عندك اهتمامات منزلية عالية عندك برضو أشياء ممكن تنجزها اليوم على المستوى العائلي قوية إما تقارب أو لقاء أو تقارب وجهات نظر أو حلول في بعض المسائل خلال الفترة هاي تكون إيجابية ولصالحك أهم إشي إنك أنت تبتعد عن الحدية وعن الوساوس أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بدنا نحط يعني هيك حجر ونوقف عشان نسمع لأنه هنا حاج جدا اليوم في مشاكل عاطفية في أمور العلاقة بالنقاشات الحادة الوسوسة الشك المواجهات ما بينك وبين الأحبة بدك تكون حذر من هاي النقاط عشان ما تكبر وتتفاقم الخلافات لأنه ممكن تسبب قطيعة إذا ما ركزت ما تعتمد على الحضوض ولا المراهنات ولا المغامرات بالفترة هاي ركز على طريق التعاملك مع الأحبة مع أبنائك مع أصدقائك المقربين وبرضو مع أحد الوالدين عشان الأمور ما تحتد وتخرج عن السيطرة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل والصحة فممكن تنشط ببعض الأعمال بشكل جيد ممكن تحل بعض المسائل بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن يطمئن بالك على مسألة صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة المهم أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تتوسوس وما يتهيأ لك بعض الأمور أما بالنسبة للبيت السابع فالشايف الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعم بعض المسائل اللي بتكون لصالحك خلال هذا اليوم ممكن شوي أنك تهتم ببعض الأشياء اللي تدعمك بشكل قوي وتعزز من علاقتك ما بينك وبين الشريك بالفترة خصوصا شريك المال أو شريك العاطفة أو ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض النتائج الإيجابية ممكن يكون لك بعض الاهتمام اللي إلها علاقة بتسوية أو قروض أو جدول الديون أو أمور إلها علاقة ببعض الأقصاط اللي ممكن كانت متراكمة بالفترة الماضية ولكن اليوم ممكن تجدلها بعض الحلول ولكن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق بتعلق في أحد الأحبة أو أحد المقربين لإلك إما صحيا أو بسبب ظرف معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الدراسي والحوارات والتواصل والتنقلات وأمور إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات الأجواء إيجابية بتدعمك بقوة وبرضو مشحون بطاقة لإنجاز هاي الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالأجواء برضو جيدة بتدعمك على مستوى عملك بتحقق بعض النتائج الإيجابية بتعزز من علاقاتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو ما بين بعض الأشخاص اللي ممكن يساعدوك أو يدعموك في بعض المسائل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهنا برضو بدنا نركز عليه بشكل جيد اليوم بيحمل مشاحنة عالية جدا ممكن تصل لمرحلة الفراق ما بينك وبين صديق أو خلاف أو جدال أو نقاش ممكن تقلق على صديق ممكن تتطور مشكلة من لا شيء ما بينك وبين صديق لحل إنه ما توصلوا خلال اليوم إذا حاولتوا تبتوها تنحلش فبدك تنتبه وتحذر من هاي الخلافات ما تكبرها وما تواجه وما تدخل بنقاشات حادة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك على مستوى العمل وبتدعمك على مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن ما تخلي الأعمال تتراكم حتى لو عملت ساعات إضافية ولكن الأهم من هذا إنك أنت برضو تراقب غذائك ما تجهد حالك كثير وبرضو اهتم بأحبائك صحيا تحديدا ممكن يطمئن بالك من نتيجة معينة أو على صديق كنت يلقان عليه أو أحد المقربين لا إلك يعني يتماثل للشفاء بالفترة هاي ولكن الأهم إنه زي ما حكينا ما في داعي للمغامرات ولا للمواجهات خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء